للأسف لسه عدد الشهداء في غزة في زيادة مستمرة الأعداد عمالة تزايد مش قادرين نحصر الأعداد بشكل رسمي الأرقام عمالة تزيد والغارات الإسرائيلية استهدفت حوالي أكتر من 47 مسجد وأكتر من 3 كنائس وأكتر من 200 ألف وحدة سكنية في غزة تم هدمهم بالكامل في نفس الوقت الاحتلال الإسرائيلي متوغل بريا وبيمارس أبشع أنواع المجازر ومازال مستمرة قراءة وافية عما يحدث داخل قطاع غزة هنستعرضها دلوقتي مع ضفنا اللي منورنا الدكتور عبد المهدي مطاوى المحلل السياسي الفلسطيني دكتور عبد المهدي صباح الخير يا فن صباح النور يهلا بحضرتك في البداية عايزين نفهم أكتر السبب التصعيد الأخير من قبل قوات الاحتلال خلال 3 يام لفاته يعني خلينا نقول هو مش تصعيد هو في إطار خطة إسرائيل تريد أن تسيطر على مدينة غزة وشمال قطاع غزة لتحقيق قدة أهداف حسب ما هم بيعلنوا الهدف الأول القضاء على حماس الهدف الثاني بيندرج في العملية وهو تحرير الرهائم كما أنا بقول لك نصوص اللي هم بيقولوا مفهوم لكن للقضاء لتحقيق الهدف وتفكيك الجهاز العسكري ومنظومة الحكمة في الحماس في غزة يجب النزول على الأرض بدون النزول على الأرض مش ممكن تحقق الهدف فهم بدأوا يتطوروا بعد حوالي 16 يوم من القصف الجوي المتواصل واللي دمروا فيه مدينة غزة وشمال قطاع غزة بشكل كامل بدأوا فيه التحرك البري كان فيه طبعا خلينا نقول تضليل التضليل اللي مرسته إسرائيل في طوال الأيام هو شاعة أمرين مهمين أن هناك خلافات شديدة بين أطراف المعادلة التي تدير الحرب الأمر الثاني أنه الولايات المتحدة تضغط لتأجيل العملية البرية لأنها لا تصق في قدرات الجيش الاحتلال الإسرائيلي على وصول الأهداف وأن الجيش مهزوم معنويا يعني مجموعة من الكلام الغريبة كانت أنه كل المعلومات دي بتصدر عن جهات إعلامية إسرائيلية يعني مش بتصدر عن أطراف أخرى بتصدر عن جهات إعلامية إسرائيلية ويصدروا الكلام ده بأشكال مختلفة هنا لازم نحط علامة استفهم لازم نحط علامة استفهم ليه؟ لأنه مجرد إعلان إسرائيل الحرب كل وسائل الإعلام تخضع للرقابة العسكرية بالتالي أي أخبار ممكن أنها تضعف تضعف الروح المعنوية بالنسبة ليهم أو تأثر على سر العمليات بيتم حاجبها طيب حد هيقول لا ما هو ممكن يكون في عندهم فوضى أو عندهم مشاكل لا إحنا نتابع الإعلام ده مش من النهار ده ففي الفترات معي لم نعرف إمتى فيه رقيب عسكري وإمتى ما فيه رقيب عسكري هو بيترك لك مساحة لكن المساحة دي محدودة المفرقة اللي بنتكلم فيها أنه مجموعة من استطلاعات الرأي حصلت في إسرائيل بشكل غير مسبوك هناك إجماع إسرائيل على القتل يعني الجمهور الإسرائيلي نفسه مش معطرد على اللي بيحصل يعني مبارك كان فيه استطلاع للرأي 49% إن الجمهور الإسرائيلي بيقول إنه إحنا مع إنه ما نلتزمش بالقانون الدولي الإنساني وإنه الجيش يرتكب كل ما يستطيع طيب معلش وسائل إعلام هتستفيد إيه أو يعني إيه اللي هيعود في النهاية على الوضع الإسرائيلي ده بيضعفها بكل تأكيد ده إنت لازم بقى نفهم شوية في عقلية الإسرائيل عقلية الإسرائيل كده مجموعة من المركبات جزء منها ليه علاقة بأنه المجتمع ده بيشعر بالوحدة عندما يتعرض لتهديد خارجي إذا بتعد التهديد الخارجي بتظهر المشاكل الداخلية والمشاكل الداخلية دي ظهرت مرتين في إسرائيل في خلال الفترة مرة عندما بدأت اتفاقيات أسلو قلت خلال نقول الهجمات على إسرائيل فبدأ يظهر بعض المشاكل المجتمعية لكن آخرها في عهد نتنياهو في آخر سنة هو كان متطمن من ناحية غزة ومأمن الأمور الدنيا وعمل اتفاق تهدئة نفس الحكاية لبنان فبدأ الصراع الداخل للمجتمع الإسرائيلي وده أدى لأنه حصل عندهم الصراع بين العلمانية والدينية وبين الشكناز والسفرديم اللي هو الشرقيين والغربيين وتغيير القوانين الداخلية بين اليمين واليسار وقصة كبيرة نرجع بعشان ما نبعدش عن الموضوع جزء من الثقافة الإسرائيلية في المفاهيم الدينية إذا لاحصنا أنه نتنياهو كان في آخر خطاباته بيشير إلى مقاطع من نبوآت التوراة في جزء منهم أنه أنت لما تحارب الأغيار أنا مش حافظ النص كامل بس لما تحارب الأغيار اللي هم الناس الأقريب اقتلوا الطفل والمرأة يعني ما فيش معايير للموضوع فده جزء الثقافة جزء اللي علاقة بالمعتقد جزء الثاني هم بيشعروا بأنهم محتاجين يعني يغطوا جزء من الهزيمة اللي حصلت في في يوم سبع أكتوبر بالانتقام فحالة من الانتقام غير مسبوكة يعني حركة بتبرر الوحشية اللي بيقوم بيها يعني بتشرح لنا الوحشية اللي بيقوم بيها بيها أسباب في عندهم في جزء الثقافي علشان خاطر هو بيحاول يغطي على أشياء أخرى ده جانب جانب التاني جانب تحقيق أهداف سياسية مجرد أنه تسنح فرصة معينة لأي طرف في العالم بيستخرج دايماً خطته ويبدأ يحردت بأهداف تخدم الحملة بتاعته فإسرائيل في عندها خطة موجودة على جنب اسمها تهجير الفلسطيني ليه تهجير الفلسطيني لأنه إسرائيل لأول مرة في من بداية تأسسها لحد النهاردة في فلسطين التاريخية هي أقل عدداً الفلسطينيين بيزيدوا على اليهود في فلسطين التاريخية بحوالي 200 ألف وده بمعدلات الزيادة الفلسطينية وإذا كان فيه استقرار وفيه تنمية العدد دي هتتضاعف هو مش هيقدر يسيطر بنفس المعدل المستوطنين ففي فترة من المفترات أنت هتتفوق عليه ديمغرافياً بشكل كبير وهو في نفس الوقت مش عايز يقدم حل سياسي مش عايز يفصلك اليمين فإذا رحت في اتجاه الدولة الوحدة هيخسر المعركة وإذا لا رحت على اتجاه سياسي وما رضيتش تدل الفلسطينيين الحق هستمر الصراع بالتالي هو في في معادلة صعبة صعبة بالنسبة له فبيحاول أنه يغير الوضع الديمغرافي وده كلام مش إنشاي في سنة 2000 في مؤتمر كل سنة يعقد في إسرائيل اسمه مؤتمر هيرتزيليا للأمن ده المؤتمر بيجيبه في اليهود بشكل عام الموجودين في العالم المفكرين والبحثين والاستراتيجيين في إسرائيل وفي الخارج وحتى غير اليهود اللي بيعتنقوا الفكر الصهيوني بيجتمعوا كل سنة وبينقشوا المخاطر اللي بتهدد وجود إسرائيل أو المخاطر في ألف سنة 2000 كان على رأس التوصيات أنه أهم المخاطر هو الوضع الديمغرافي منذ ذلك الحين بدأ العمل لتغيير الوضع الديمغرافي في جزئين غزة تعاملوا معها بطريقة والضفة تعاملوا معها بطريقة لكن في الطريقتين هم هدفهم أنهم يزيدوا الضغط عشان يخلوا الفلسطينيين وخصوصا فئة الشباب أنها تخرج من فلسطين والتهاجر ويسيطروا على كل الأراضي الموجودة في الضفة اللي هي فيها 60% منها اللي هي الأراضي في مناطق سين طيب احنا شفنا في خلال اليومين اللي فاتوا توسيع كبير للجانب الإسرائيلي المعتدية في الأراضي في غزة في نفس الوقت احنا شايفين صمود للمقاومة الفلسطينية وربنا يثبتهم أكتر وأكتر احنا عايزين نعرف إلى متى سيستمر هذا الصمود وهل وارد أنه لو استمر هذا الصمود وحصل فعلا تدخل بري حقيقي مش تدخل بري جس نبض زي ما بيتقال يقدر يحصل حرب على الأرض متكفأة طب أنا هزي أسأل سؤال هو مين اللي بيقول جس نبض متفضل تاني مين اللي بيقول جس نبض هم بحسب إعلامهم ده كلام لا أنا هقولك اللي بيقول جس نبض معظمهم محللين بيظهروا على شاشات التلفزيون ما حدش فيهم حط رجله على أرض غزة فما بيعرفش الجغرافيا فلما بيجي بشرح على الخرايط هو بيكلم كلام ما لهش علاقة بالواقع ببساطة قطاع غزة شريط ضيق جدا فالكيلو والاثنين كيلو بيفرق فيه فلما هو بيقول لفظا أمام الشاشات منطقة حدودية ويتحرك اثنين كيلو المشاهد بيعتقد لأنه بياخد الفكرة على بلده إنه الاثنين كيلو دي والمنطقة الحدية يعني في آخر الدنيا يعني بعيدة عن المناطق السكنية ده مش صحيح يعني المساحات دي مش أرض لا لا بيعت ده في مناطق المنازل بتبعد عن السلك الفاصل 500 متر و300 متر فأنت ما بتعرفش الجغرافيا ومنزلتش على الأرض ما تحاولش إنك أنت تتصور يعني مثلا مبارح تبعيد تصوير الموقفين آه هبدأ لك من حدث مبارح مبارح كان فيه بالصدفة صحفي بيمر بالعربية بتاعته يمكن كلنا شفنا الفيديو شفنا الفيديو شرع صلاح الدين فهو في شرع صلاح الدين تمام اللي ما بيعرفش غزة وما بيعرفش الجغرافيا ده شرع صلاح الدين في منتصف قطاع غزة يعني بيقسم قطاع غزة يمين وشمال جزء شرق وجزء غرب مش منطقة حدودية تمام وللمفرقة انه مفترق اللي هو بيسموه مفترق الشهداء كان زمان هو عبارة عن مفترق طرق بتجه الى مستوطنة اسمها نتسريم دي كانت بتقسم برضو قطاع غزة قالوا منطقة حدودية بالنسبة للناس منطقة حدودية يعني ده حاجة بعيدة لا ده عشان انت تنتقل من مدينة غزة تروح منطقة النصرات او تروح الجنوب لازم تمر في المفترق ده ده بيوصل الشمال طيب المفرقة التانية ان المفترق ده بيبعد حوالي كيلو ونص عن البحر يعني توصل شريط الساحل بيبقى قطاع القطاع كله بالعرض اه بالزبط انت بتقطع القطاع كله بالعرض وبتفصل غزة عن الشمال مش بس كده المنطقة دي عالية فاللي بيسيطر عليها بيسيطر على الشر والغرب والشمال والجنوب كمان ادي لك معلومة جديدة بس عشان فيه ناس يعني ما بتكلفش نفسها تقرأ في كل احتلالات غزة من سنة الف وتسعمية سبعة وعشرين من ايام ادموند الليمبي اللي هو القائد الجوش الاردني كل ما نحتل قطاع غزة يجب ان يدخل من هذه النقطة ما فيش نقطة تانية ورجعوا التاريخ كله حتى لما كان الحاكم العسكري المصري في قبل السبعة وستين في قطاع غزة لما كانت غزة قبل حرب السبعة وستين تحت السيطرة لمصرية كانت الحتة دي اسمها البوليس الحربي لانه موقع البوليس الحربي موجود هنا ليه موقع موجود؟ نستخلص من ده ايه دكتور؟ نستخلص من ده انه اسرائيل ماشي في اتجاه احتلال مدينة غزة وشمال غزة وانه التحركات العسكرية اللي موجودة على الارض مش جاس نب وانه مفيش حد على الارض فيه مناطق مفيش حد فيها على الارض يقول اه او لا كل اللي احنا نسمعه اسرائيل ما بتصدرش غير فيديو صغير كل يوم عن تحركاتها اللي هي عايزة تقولها لك واللي عايزة تورها لك والطرف الاخر بيصدر بيانات انه بيتصدى للهجوم بس ايه الواقع اللي موجود على الارض فيش حد يقدر يحسم الرسالة دي او الرسالة دي لانه منطقة بتتعرض بالليل في فترة بالليل كمية قصف نيران مش معقولة انه حد يبقى متواجد في المنطقة لكن شهود العيان اللي بعدها في الايام التانية اللي بقوا على قيد الحياة من المتبقين يعني ما اوصلوا انه مثلا شمال غزة تقريبا اتمسحت يعني مفيش مباني مبارح الاحزمة النارية اللي هي بعد بعد ما قالوا الدبابة تحركت هي بالمناسبة رجعت شوية بس هي ما مشيتش رجعت شوية طلعت على منطقة اعلى اسمها جحر الديك بتسيطر عليها ناحية شرق البري مبارح عملوا احزمة نارية في منطقة اسمها الزيتون اللي هي المفروض انا لما اروح من مفترق نتسريم ده في اتجاه مدينة غزة اول حية هقبله يتبع مدينة غزة حي مقتز بالسكان كان لانه قبلها فعملوا احزمة نارية مسحوا تقريبا عايز اقول لكم مربعات كاملة طب هو بيمسحها ليه هو بيمسح المربعات التانية عشان بتي سولى للدخول والخروج لو احتاج كامل انت ما اعتمد على حرب المدن وحرب الشوارع هو مش عايز بقى فيه مدن ولا عايز بقى فيه شوارع هو بيحاول يفضي الطريق لنفسه علشان ما يبقاش فيه المحاق تكتيكيا يضعفك ويقلل ده غير انه كمية النيران اللي بتتضرب يوميا في قطاع غزة بالتأكيد هتأثر وده ما بينفيش انك انت كمان كفلسطيني وكمقاوم انك انت هتقاوم بس السؤال قد ايه هتفضل صامد طبعا احنا هنتمنى انه انت تفضل صامد لانه في الاخر كل ما زدت في الصمود كل ما بتحسن شروطك في المفاوضات بكل تأكيد طيب هو كان نتنياهو عادهم قبل كده في 2009 بانه هيقضي تماما على المقام وعلى حماس ولم يستطع فعل ذلك وحد الوقت بتقول انه هو هدفهم الاساسي وحتى نتنياهو قال الكلام ده في المؤتمر مبارح انه على حماس الاستسلام او الموت مفيش بديل عندها هل قوات الاحتلال بكل ما تملك من اجهزة ومعدات وبكل الدعم اللي بتتلقاه سواء كان دعم سياسي او دعم بالسلاح هل قادرة بالفعل على القضاء على المقاومة نهائيا طب ممكن بقى انا اقول بس عشان كمان المعلومة نقولها صح في 2009 ما كانش نتنياهو كان أول مرت حرب رئيس وزر الحرب 2008 2009 كان أول مرت كان لسه فايز نتنياهو بس ما كانش بيدير الحرب تمام كان مجرد كان مجرد عودة اندخبات في 2008 2009 أول مرت احتل قطاع غزة قطع قطاع غزة وصل بالدبابات الى منتصف مدينة غزة ما كانش المقاومة جاهزة لمقاومة وده السبب اللي خلالهم انهم يبدأوا في موضوع الأنفاء طب ايه اللي وقف أول مرت في ذلك الوقت لما انت وصلت خلاص مدينة غزة كان بيبعد عن مستشفى الشيفة اللي هم بالوقت بيقولوا ان احنا مستهدفينه حوالي 300 متر مقاومة ايه لا بتكلم على الدبابات الاسرائيلية في 2008-2009 اللي وقف أفر اللي وقف أفر وباما كان لسه فايز في الانتخابات فبعت كونداليزر آيس قبلت أول مرت وتسيبي لبني قالوا لهم لن ينصب الرئيس الأمريكي على شاشات منقطة بالدماء حصل لانسحة جيه نتانياه نتانياه وده اللي هنتكلم على الوثيقة اللي نشرها مبارح لبرمن لبرمن ده كان وزير وزير الدفاع في حكومة نتانياه نتانياه بدأ استراتيجية جديدة ايه الاستراتيجية الجديدة بتاعته قالك انا عايز اخلي الانقسام الفلسطيني ده لأكبر مدى ممكن هستفيد ايه ان انا مش هقدم اي محدش هيقدر يجبرنا على تقديم حلول سياسية افصل بين غزة والضف لو محد يجي تكلم معايا اقول له دول هتكلم مع مين ده حماس في غزة والسلطة في الضف فيبقى الحال على ما هو حال ايه وانا بقدر اكمل وفيش عليها التزام سياسي وفيش حد هيقدر يضطل ايه كامل طب عشان يعمل الكلام ده يعمل ايه لازم يقوي حماس في غزة بس يسيطر عليها ولازم يضعف السلطة في الضفة عشان يقدر ياخد الاراضي اللي موجودة فتبقى حماس فزاعة مثلا في القطاع اه يقول لهم هيقول لكم على الضفة بغض النظر ايه الموجود بس هو ده الاستراتيجية العامة وبدأت القصة مثلا اضرب لك مثال شليت شليت الاسير الجندي اللي اصارته حماس الفرق الزمني ما بين اسره وما بين اطلاق صراحه حوالي خمس سنوات وانتهى بصفقة صفقة كبيرة كان من الممكن نتنياهو يدفعها في الاول وينهي الاحتجاج طب هو طول ليه لانه عمل شليت شماعة عشان يخنق الناس في غزة قصف محطة الكهرباء فانها انه من يومها انه المواطن الفلسطيني نشوف 24 ساعة كهرباء في غزة انتهت حاصر غزة بكل الاشكال بخنق الناس فبدأ الشباب يفكر انا عايز فرصة عمل انا محتاج ان انا ابن حياتي فبدأ فيه افكار وده اللي شفناه في الهجرة اللي حصلت من غزة على اوروبا وصلت انه كان فيه خمسين الف حتى الان ده الاعداد الرسمية وبعد كده اخدوا اثارهم هاجروا على اوروبا جه بقى نيجي بقى في الجزء هراجبت تقول ان هو بيعيد تطبيق السيناريو من جديد لا 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 احنا بقولك انا بكلمك على اللي فات ده هو بالوقتي بيدفع تماما اللي عمله نتنياهو جزء من خداع يوم سبعة اكتوبر لنجحة حماس في تمريره انه هو كان مقتنع انه مفيش تهديد من ناحية حماس طب والوسائق بتاع اللي برمان اللي حضرتك تتكلم عنها دلوقتي اللي برمان لما نتنياهو امبارح اول امبارح نشر تويتا على موقع اكس يتهم فيه الشباك والاجهزة الامن الاسرائيلية بالمسئولية عن ما حدث في غزة فالي برمان كان وزير دفاع فقدم وثيقة كان مقدمها له في 2016 الوثيقة في التفاصيل وموقع عليها كان وزير دفاع توصيات اجهزة الامن والاستقبارات لإسرائيل الوثيقة دي بتقول انهم قالوا له انه هيحصل واحد اتنين ثلاثة ومنها استلاء على مناطق حدودية والكلام ده وانه حماس بتتجهز لمعركة وا 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 ولبرمان اعترض وقتها على موضوع انه هو نتنياهو يعني زي ما قلنا بيحاولي اوي حماس وصل الموضوع ده لذروته امتى في 2018 في 2018 نتنياهو حصل حادث امني في غزة انه في وحدة كانت متسللة في غزة تابع لهاية الاركان الاسرائيل السيرت متكال في شكل مدني وعايشين في غزة وتكشفوا في منطقة بالسبب من الاسباب وحصل اشتباك كبير وجات طيارات تاخدهم وقصة يعني حصل فيها كبير فلما كان وقتها وزير الدفاع لبرمان وفي حكومة نتنياهو طلب منه ان احنا لا لازم نضرب لازم ننهي للموضوع ده فنتنياهو رفض وبعد كده دخل في تهدئة مع حماس وبدأ يدفع شهريا مبلغ معين عن طريق قطر توصل لحماس وضعف بعد كده المبلغ لبرمان استقال منذ ذلك الحين لانه هو مقتنع انه سياسة نتنياهو غير مضمونة العواقب فده طبعا الوثيقة ده مهمة في انها بتحمل نتنياهو مسئولية ما وصلت لإسراء على الجانب التاني حماس استغلت الكلام ده وعملت الخدعة اللي عملته وقدرت انها المشهد اللي احنا شفناه يوم سبعة اكتوبر انها تخترق مناطق مواقع عسكرية كبيرة وانها تقدر تسيطر عليها في فترة زمنية معينة ده كان انجاز عسكري مهم جدا وهيفضل درس للعالم كله لإسرائيل التكتيكات اللي اتبعت في الكلام ده ما فيش عليه كلام بس كان فيه خطأ واحد الخطأ الواحد هو موضوع المدنيين واللي بعد كده جه العروري اللي هو صالح العروري ومشعل اصدروا بيانات قالوا ان احنا موضوع المدنيين ده مش احنا اللي قمنا فيه يعني خطف المدنيين ده بسبب الفوضى اللي حصلت لما الناس دخلت على على غزة اسرائيل استغلت الكلام كان كان الجماهير بتحتفل على الفيسبوك بالحدث والعملية اللي حصلت كانت اسرائيل بتجمع فيديوهات وبدأت حملة علاقات عامة في العالم كله قدت لي الصورة اللي احنا وصلنا طيب هل الكلام ده بس عشان الصور اللي حصل التحالف اللي حصل وامريكا اللي جات عشان الصور لا طبعا لكن بكل الدول او الجهات الاستراتيجية دايما لما بيكون في عندها خطة بتستنى الوقت المناسب لتنفذ امريكا كانت دي فرصتها في كل الاتجاه انها تعيد ارتكازها تعيد ارتكازها في المنطقة تعيد ارتكازها في المنطقة دا جزء والجزء التاني تخلص من نتانياهو وتخلص من حماس دا كده التفكير بتعمل استراتيجي عشان عندها مشروع في المنطقة لكن بكل تأكيد مع كل ما نشاهده من دعم مقدم لقوات الاحتلال ما زالت المقاومة صامدة حتى هذه المحظة اتمنى طبعا نصمدها اكتر واكتر حتى تحقيق السلام للشعب الفلسطيني كله بنشكر حضرك طبعا جزيل الشكر الدكتور عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني ألف شكر ليك فأنا أهلا بك